مشاهدين الثامنة صباحاً وموعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا الشرف شكراً لك جمانة الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي لولا دا سلفا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تشاهد التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المترضية في قطاع غزة وتطورات التصعيد العسكرية الجاري وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي وتوافق الرئيسان خلال الاتصال حول أهمية تعزيز التنصيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد واستعرض الرئيس السيسي نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع جميع الأطراف لدفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإجلاء القصري لألاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع سيكون بمثابة حكم أعدام وأدنت المنظمة بشدة الأوامر الإسلامية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من ألفين مريض في شمال غزة مشددة على أن الإجلاء القصري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة وقالت رئيسة المفوضية إنه بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ستزيد المفوضية حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدر 50 مليون يورو ما سيرفع مجموعة إلى أكثر من 75 مليون يورو قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم التأكد من وفاة 29 مواطنا أمريكيا في التصعيد الجاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين وذكر المتحدث الأمريكي أن بلاده على علم بفقد 15 مواطنا وشخص آخر يحمل إقامة قانونية دائمة مفيدا أن العمل يجري على مدار الساعة للعثور عليهم استشهد أكثر من 400 مواطن فلسطيني وأصيب نحو 1500 آخرين في عشرات الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثامن للعضوان وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية رسمية وفاة بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات استهدفت عشرة منازل مأهولة بالسكان في دير البالحة وسط قطاع غزة مع أصفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا وإصابة نحو 250 آخرين ورياضيا خاض المنتخب الوطني الأول ميرانه الرئيسي استعددا واجهت الجزائر وديا على ملعب هزاع بنزايد بالإمارات والمقرر لها غدا في ختم معسكر الفراعينة في أكتوبر الجاري وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الزنبي بهدف دون رد عن طريق حمد فتحي في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد هزاع بنزايد بمدينة العين الإماراتي الخميس الماضي في إطار استعدادات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر